أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميمين وعلى أل بيته الطيبين الطاهرين وارضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في ميزان الحسنات أن يرفع بها الدرجات أن يتجاوز بها عن السيئات إنه واسع العطيات ما زلنا أنا وأنتم في ضيافة الشيخ الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي عفظه الله أنا له ضيافتكم الله أنا جميعا في ضيافة علمك وكرمك وطلاب العلم في القديم وإلى عهد قريب كانوا يتعلمون من مشايخهم من سلوكهم وأفعالهم قبل أن يتعلموا من مواعظهم وأقوالهم وعودا على بد وسيرا على هذا الدرب نحن في هذه الحلقات حلقات المقدمة لبرنامج هذا هدى نتعرف على بعض الخطوط العريضة في السيرة المباركة والمسيرة الحافلة لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي الحلقة الماضية كنا توقفنا مع موضوع الزواج وبعد خروج الدكتور عمر من قرية تلة في محافظة المينيا وبداية الدعوة بداية الخطابة في عمر السادسة عشر البداية المبكرة والنبوغ المبكر الأمر الذي فك لي كثيرا من الأمور أن زواج الدكتور عمر عبد الكافي كان بإشارة من شيخه وشيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله السلام الدكتور أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم أما بعد رشيد محمد يسموه يعني السبق دعوي ولا سبق صحف والله والله هذا هذا فضل الله المحط اللهم لك الحمد وأنا ممتن أنا أراضي على الصفر أنت تعلم أنني لا أحب الحديث عن عن هذه الجوانب لكن أنت ترى أو لابد أن هذه رؤيتك التي أرى من داخلها أنها ليست لا أملك هذا الأمر هذا على مسؤوليتي أن المشاهد الكريم والأخت الفضلة هم يتعلموا من هذه الحلقات كما يتعلموا من خطبك وعظك ولن أكون مبالغا إذا قلت ربما أكثر لأن هذا الواقع هم يتعبون بالمثالية ولكن الإسلام دين مثالي ليس له صورة في عرض الواقع أقول لك هذا السلف الصالح هذا مبكر عمر لا أقول لهم هذا عمر بعد تعنقل يا رب تذكر ترى محمد أننا كنا في ألمانيا نعم وعشت تقريبا تثلاث سنوات نعم يعني ممتنعا تحريمة منع لتحريمة شارعا عن اللحوم نعم نعم وستدكتور أمر في ألمانيا كان لا يأكل اللحوم بكل أنواعي نعم وهذا الأخر الكريم الذي جاء بذبيحة يعني ربيت على عينه نعم من هي عجل صديقه وصدقه وصدقه وبعدين أخسن بالله أنها ما طعمت يعني علف حيواني أو اللي بعمل جنوب بخر واستضافنا عنده ولكن حقيقة أيضا انتنعت أنا أكمل القصة الرجل وصدنا الدكتور عمر وحنا موقفون في ألمانيا كان لا يأكل النحوم الجنون بقر ومش عارف إيه وصدنا الدكتور قليل الأكل كعادة العلماء عشان كده هون عدت العلماء يعني هونقف فالرجل شايف الدكتور عبد عليه سنتين وغلا يأكل اللحم حتة سمك صغيرة أي حتة خبز وجبن فالرجل من شفقاتي على الشيخ ربع عجلا صغيرا أخذ يعني يعني يؤكله البرسيم ويؤكله من الحلال الطيب حتى كبر ودبحه ودعا الشيخ وأحباب الشيخ قال له يا مولانا هذا العجل ربيته على يدي ولم يأكل إلا علشان فضلتك تأكل منه قال له عالش يبد مش أقدر أكل منه قال له لي يا مولانا قال له أمه بقرة سيئة الصمعة أما يا باب عمك يا رب أباه يا رفيد يعني عندما تعيش بين أضابير الكتب مع السلب الصالح تشعر أنك واحد قريب منهم فتستحي أحيانا أن تأتي بشيء يعني يشعرك بنقص أمام هؤلاء الكبار ما هيك عن رقبة الله سبحانه وتعالى وهي التي يجب أن تكون لكن أقصد كما كان يقول أبو الدرداء لما استشهر عبد الله بن أبي روح وكان ابن خاله فكان يدعو في كل دعاء اللهم لا تجعلني أعمل عملا أخذ به أمام ابن خالي عبد الله بن أبي روح إلى هذا هذا مترفه ولكن له شهيد حي عند الله سبحانه وتعالى فكان يستحي أن من هذا المنطلق يعني الإنسان يعني سبحانه وتعالى العظيم يعني مع هذه القراءات والمعيشة مع الكبار من علمائنا هؤلاء الذين كانت سلوكهم تسبقوا أقوالهم وكان عبارة عن كل واحد منهم عبارة عن يعني حقيقة الأمر إسلام المتحرك بهذه الوسطية وبهذا الهدوء وبهذا الرفق ويعني أذكر أن كان لنا شيخ عنيف في القرية كان لا ياتي إلا بالآيات الترهيب وفي خطب الجمعة فواحد فلاح كده قد أعمل شيخ فلان أعمل شيخ فلان ما أقول كده صعوبة صعوبة نار نار ببتاع ليس الرسول صلى الله عليه وسلم هي يشفح علينا يشفح في كذا زيكم يعني زي بس بهذا الحنو هو رجل عنيف ولكن هو من خوف عليهم الله يرضى عنك يعني كما قال ابن عباس قالوا له يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا فماذا نصدع قال أن تجلس مع من يخوفكم من الله فتجدون أمنا يوم القيامة تخيروا لكم يسمع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة أستاذنا اللفتة التربوية أن الشيخ محمد الغزالي ينظر إلى تلميذه عمر عبد الكافي مع حفظ الألقاط وليس مهتم بتكوين ابنه علمي وفقط ودعوي ولكن الشيخ الغزالي مهتم بزواج ابن عمر عبد الكافي ويدله لا لا هناك مقدمة بعمل كما أنت فتحت الموضوع فتحت هو رأاني كأنني خاف أن أكون مضربة عن الزواج كيف يعني ف جالي يا عمر ابني أنت تعلم أنه أن هذا الزواج سنعود بمجيئة الله بمجيئة الله بمجيئة الله بمجيئة الله بمجيئة الله اشتركوا في القناة 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 لا إله إلا الله اشتركوا في القناة 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 وكان أول حاجة تحزت ثلاثة تائم. الطائم مكانش حالية بيه ظاهرة. يعني هم يمنعوا من هنا والطائم جاء من هنا. فالمؤمة هو معاهد الفاسي وليه؟ عشان يعجب أبا عبد النصر. عند الحفوق بالبعث عنه. وخلّفونك العلمية من الكلام ده حقيقي. طبعا. وكان سبحان الله عز قد عنده حمارة. حمارة حمارة الأنثة. كان أتان. وكان رفيق بيها. وكان لما يجي يعني ذلك. امشي إيك ربنا سبحانه وتعالى يحولك لمهرة ولا فرس حتى. فالله يا شيء محمد أنا أذكر. وأنا في الصف السادس ابتدائي. كان أيام أزمة دوتة القطم. كانت أكبر أزمة. أكلت الدرية أنك تطلع الددام على الجسر. وتدوسها الدواب من كذا. وكان أيام قونيني والشتراكي. وكان الغضب نزل. القطن ده صار حطبا. سبحان الله. فنزل على القطن. بتاع الماني. الماني ده اللي هو معروفة عن الفلاحين. فمحل الخمر. خراص ما فيش قطن. تمام. الرجل فلاح حطب بقية حطب على الحمار. وما فيش القطن. كان من السنة للسنة يسد الديون. ويزوج العيال. كان يسموه الذهب الأبيض. كان ده نزل الشيئين. الذهب الأسود. البترول. والذهب الأبيض. كان القطن طويل التيلة. ونحن رقم واحد في العالم. وما قدّن في السلام. وما قد لا تذكر بكسان. وما قد يهم الناس لده السلام. فالرجل من قهره. من الصلاة السماكة. تعرف الأعراب الذي كانت بيعاتي بالله. يا رب العبادي ما لنا وما لك. وما لك. قل يعني المن والسلوى. تنزل على بني إسرائيل. أكل لهم. وهم مجرمين. وينزل المن علينا يأكل القطن. لقد أنت يا رحمن الرحيم. هنعمل أقي كلم؟ والله بهذه الفطرة. ما هي هذه الكلمة؟ والله سمعتها بعين. هنا أصحاب القرارات من هذه الفطرة السليمة. أول ما ضغطت على فطرة فظلنا شرا ولا تسأل عن الخبر. لك أسئلة. الزواج المبارك مع حفيدة الشيخ الإمام العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله رحمه الله سعى. وبرك الله في عقبة. العقبة أو الظرية الكريمة التي خرجت من هذا الزواج المبارك. أبناء الشيخ عمر عبد الكافي. شكرا يا رب. أتعلم عندي صديقك أحمد. أحمد طبعا. أظن فيما أذكر كنا مرة في ألمانيا. وكان فضيتك أمسكت فتح الباري في المكتبة. كنا في مسل أظن. أمسكت فتح الباري في المكتبة. وبعدين أحمد تحقيق شمو حبد الخطيب. وكان صغير. أستعمد أحمد الأزعلان منه في حاجة. لما شاف الشيخ جاد. على يد الحق رحمه الله. والشيخ الغزالي. مات بعده. والأستاذ خالد محمد خالد الشيخ الشعراوي. فقال لك. قال لك بابا المشيخ هي خلاصه على كده. بابا معدش فضل. وقعد يعد. أبي والشيخ الكراداوي. اليوم خلاص. بابا معدش. بابا معدش. بابا معدش. أحمد. أنا أولادي عمتا. بفضل الله عز وجل. ربنا يبارك فيهم جميعا. هم أصدقائي. صداقة عجيبة. والدرجة أن أحيانا أن أذكر قنامنا. قال جاء الزارتنا في البيت. يسألوا عمار و بلال. فعمار الصغير 14 سنة يا ربنا يبارك فيه. يقول. واحنا بابا أحيانا ننسى أنه صاحبنا. يعني حتى أولاد يرصدوا. لو سكت دون معاكسات لهم. أو مدعبات داخل مدة خمس دقاط. يعرفوا أن هم من كبيرا. يحيطوا بأبيهم. يعني. فقضية هذا الود. بلال أكبر من عمار بسنة وشهرين. يعني. الصف الأول الثانوي. يعني. هو وعمار كانت توقم. يعني. يعني. عندي هدى ونادى الحمد لله ربنا يبارك فيه. هدى أنهت إدارة أعمال. وحتى أحد الحكام. وهو. يعني. أحد المسؤولين في التقامل. يسألهمها الشيخ سلطان القاسم. يسألهم الإجازة بالتخرج. فأحد المسؤولين جاء بي. يقول لي. عجيب يا بنت الشيخ إدارة أعمال. قلت تدير أعمال الشيخ. لازم يدخلها يعني. ولازم يدخلها وصل الدين. يعني. متفرر الأولاد. فهي تقوم بالمسؤولية على أتم وجه. حقيقة. أم صالحة وربنا يبارك فيها. سلالة الصالحين. نعم. وأنا تربطني بآلة الخطيط. لأصهار المودة واللحمة والرحم. وبعدين هذه الأم الصالحة. جدت أولادي. يعني ما شاء الله عليها. يعني تجد فيها الأمومة. وتجد أن حسن التربية الأولاد. ثلاثة من الذكورة. ثلاثة شباب. يعني ما شاء الله. يعني لا قوة بالله. والبنات وإزوجاتهم. حقيقة. يعني. مهم جدا. لما نستنب السنة. يعني. 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 فظفر بذات الدين. حقيقة. طيب. الشيخ عمر عبد الكافر مع احترامي. يحفظ قرآن في البيت. لا. ولا ترك المسؤولية على أم أحمد. لا لا والله. أم أحمد. دائما نجيب شيخ يحفظ. هي تتابع الشيخ. هي تتابع. هي أكثر مني. حقيقة. تشدد على الأولاد. لدرجة أن. يعني. من المضحكات. أن مثلا. يكون. الأولاد عندنا قوانين. أن يناموا بكري. لازم. لازم. البيت كله. بيت كله. يا مبدري. بالذات. بلاله عمر. لما يناموا. الحلقات دي هتيج متأخرى كده في دبي. هذا. بعض. مهم. استثناءهم الجمعة. يناموا. فأنا. يا أكون جاي من بره. عايزة طمئن. على شوفهم كده. أفتح. أفتح. فإيه. ينظروننا من طرف الخفين. فعمار يقول لهم. ده بابا. ده بابا. يعني. ده الجانب الطيب للبيت. يعني. في حماية. في حماية. في حماية. في حماية اللين. يعني. بالحقيقة. يعني. يعني. هذا الجد والحزب. وهذا اللين الزائد عندي. وأنا عندي كمان لين للبنات أكثر. يعني عندي البنت لها مكانة أخرى. حقيقة. ما فضلتك أنت عندك لين مع البنات كلها. بنات الأم كلهم. بنات الأم كلهم بناتك. ما أنا أب. بنات الأم كلهم. عشان كده هم بيحتاجوا. بفضلتك علينا دايما. ولو شوفوا تعلمهم الشيخ. هو بتعبد الزائد. الله يرضى عليه كلاب. وفي بلد معينة. عندما يخطب القطيل. يقول. النساء. حشكم الله. فلما. بيقول النساء حشكم الله. حشكم الله. فلما ذهبت لزيارات المسؤولين أول ما قبل. قال يا شيخ. تمردت علينا النساء. ما كان لهم ذكر. ده احنا الشيوخ بتوعنا هم العلماء هم قدامك. فالله يعني أنا أرى والله أعلم. إن أحسننا صياغة تنشئة بناتنا. يا شيخ محمد أنا أرى أن بعض الأخوات متسرعات. بالذات الأخوات الملتزمات. قل للولد. قل لي يا عمي مش قول. مش قول. خلي الولد والبنت يرصد حركة السلوك. فإذا رصد حركة السلوك. تغلغلت هذه السلوكيات في الولد. أبو بكر رئيس قسم الفقر في الولد. لذلك أنا رأيته السلوكي. تشبعته بكرمه. بكرم أخلاقه. بسعة صدره. رأيته صدر أمي. سبحان الله. في أيام حرب رمضان. كان علي وأبو بكر في الجيش المصري. ولا نعرف أين هم. فكان أيامها الشتاء برت. نبحث عن أمي نجيتها. تغللت فوق سطوح البيت. بالليل والهوا والأعصير والبرد. يا حجر. انزلتها. قال لها. هل أدري أين أولادي؟ أنا أشاركهم العراقة. هل نحس؟ هذه التربية. هذه التربية. عندما الولد يصل ويسمع أن أمه عملت كذا. تحدى من قلقها على. كان لها طرائف عجيبة. بعد قلقها. بعد ما رجعوا الأخوات من الحرب وكذا. فبدت أسنانها تقليمها. فالدكتور أقرر أن لازم تخلع الباقي. وترقب بطر. فطبيبة المستشفى. من تزورنا. قالت لا يا خالة ولا يا عمتي. أنا كنت. السنة الماضية جيت. اللي جيتك. قال لك أسنان. دي بنتي منجزات حرب أكتوبر. انجزات حرب أكتوبر. وكان أحيانا إعلامي يكون أحيانا يبقى مبالغ شوية. آآ انجزاتها. لا يقول لك إيه. فهي فتح تلفز تسمع. وقد زارت مش عارف إليما. خذ البيت الفلاني والسوشة لابنها. فلما رأت الزائرة الكريمة. زغرتت الأم يعني. فالوالد قلت. زغرت جنار يعني. زغرت جنار يعني. نقبل. فلما ترى هذه النظرة. سبحان الله العظيم. فحقيقة الأمر يعني. أنا أرى أن سلوكت أبي والأم. قبل الكلام وقبل الكلام وقبل الكلام. ثم المال الحلال. كان رضعت أبي حنيفة من جارته. وشك أبوه فيها. ووضع إصباحه حتى رجع. كان لما يرتج على أبي حنيفة بعد ستين سنة. يقول من أثر جرعة اللبن التي رضعتها. الله حول على قوة اللبن. الشيخ محمود هذا العبد المجيد. نعم. كان له. كان أحكي الأم يقول لها ليه. الشيخ محمود. فهذا الصلاح والتقوى. غير أنه عالم. غير أنه عالم. كان له جد. له قطيع غنم. يروح به الغيط. فجاب كمامات ليه. يضعها على أفواه القطيع. كي لا تأكل من عشب ولا برسيم ولا الجرال. إذا أن يذهب إلى حقل يشير عنها الكمامات. وحتى يرضع أبنائي لبناً حلالاً. واختيار الزوجة والسدنا. الشاب الآن يبحث عن ملكان. صح التعبير. عايز تمثال. ما الذي يسير ربي أولادك؟ هو يعينك على ما تعبير حياة؟ لا لا. شوف محمود. لو ننبهه شيء. هي درجات. نحن عندنا عشر مواد. نعم. الجمال. درجة. ماد. السلوك. اتنين. البيئة. ثلاثة. مستوى التدين. أربعة. الكفاءة. وانت ماشي كده. لما يأخذ الجميلة المتمانية. ثم بعد كده يوص على الجميلة المتسعة. متسعة من عشر. ولكن في السلوك هي ثلاثة من عشر. وفي التربية اثنين من عشر. وفي التدين واحد من عشر. في الاخر هي راسبة. كيف ترسب البناء؟ في مجموعة درجات. لكن. وبعدين هناك نقطة. وفي التربية. لو لم يتعون غض البصر. فأتعبته المناظر. نعم. وهو يظن ان هذه التي تظهر امامها وهكذا. هي امرأة. ولا بالعكس. وعصبها. جماعة كل. مسؤولة التنظيم النسائي. هي مطلقة. هي مطلعة عن زوجها. هي ام زوجها بيتمنى لها. يعني ان. ان تذهب الى حيث ألقت برحلها ام قشعب. يعني. فالخضية ليس منظرة ولا كلام. ولا ما هي المسألة. مسألة. اختيار. موفق من الله سبحانه وتعالى. وأنا ارى ان اولادي وبناتهم لهم. خذ الاب والام. حتى ان كانوا غير ملتزمين. الاب والام لهم شاشة لا تكذب. شاشة الفطرة. لان هذه محبة غرزية. طب هل فضلتك تنصح الاباء والامهات. اذا كانت عندهم الباء المادية. نعم. انهم يعجل بزواج الاولاد والبنات. لا سيامة مع الظروف المحيطة الان. اتمنى بمجرد ان الولد ينهي تعليمه. سواء متوسط دمائية. يتزوج فورا بابسط الامور. وربنا سبحانه عليه يرزق ويفتح. عايزين جيل يكون بينه وبين ابوه وابه صداقة. نعم. ما ينفعش بينه وبين ابن عمار. ليش عارف اربعين سنة. طيب فضلتك نقطة مهمة متخصصة اكثر. طيب. احيان البنت الصالح تكون في تانية جمعة. او ثلثة جمعة. ويأتيها شاب صالح كما يحب الاب. جميل. ولكن قوله لا تعال بعد ثلاث سنوات. لا لا انا لا احب هذا. واقصة لابد من تطبيق الحديث. ان جاءكم من تردون مغالش يستنى لما تعمل مش عارف ايه. ليه؟ هيجيلها بعد كده هي بنت نفر التخرجة. ثلاث متفوق. لا اصلا عندها دراسة الدبلومة. لا الماجستير. ليس نسجلت رسالة. دراحة مؤتمر خرج. طلعنا عن محاذير الشرعية كلها. فانا ارى ان بالعكس. سترها زواجة. يا مؤمن. انا الشيخ محمد اعطاني هذه امانة. وهذه غادية. تمام؟ واحد يقول عنك يا شيخ. يا الله. ده انا اقبل يده. واحد يقول عني الامانة. قول ابن عطاء ما قام به غيره كلا. لا تقبله انت لنفسك. طب واحد يقول لك هاته عمل في الحفظ والصول. وهو ولد ان حسابه يتقل الله. ولكن ليست قضية الاختيار. من طريقة ان احنا نشوفه عند الشيوك في المساعدة. لا لا. قضية الخلق اولا. ثم يسقل هذا الخلق دين محب لله خالف. أستاذ ما الدكتور عمر. قدرتك في سناء الحديث في الحلقة الماضية. ذكرت انه مع الاصدقاء والزملاء. اثناء فترة الدراسة تراجع ثلاثة اجزاء قرآن. كيف هذا شابه لك كيف اراجع ثلاثة اجزاء. وحافظ على التفوق عند مواد علمي. فضل الله سبحانه وتعالى. كنا نحمل الطرفين. وبعدين الوقت جندي من جنود الله. ان اطاع قلب العبد ربه. طوع له المخلوقات ومن ضمنها الوقت. وكان ابو حنيفة له ختمة قرآن كل يوم. كل يوم. منطق هذا كيف. عاش اربعين سنة وصل للصبح بوضوء العشاء. بالمنطق ما ينفع الشلاكات. ده منطق الفين وعاشرة. انا اريد منطق الصلة بكتاب الله. البركة في الوقت. البركة في الوقت. ساعتها. ألا يا أختي يوشع خبرينا. أختي يوشع سيدنا يوشع. اوقف له الشمس شوية لغاية نمتهى. ليس بيادي الله. ينزع البركة. لانه لما نزع بركة الإيمان والقرآن من قلبه. لكن الثاني. وضع ربنا البركة باركة في الوقت. القرآن الكريم. لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأطقياء. ولكن سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. قال أحب أن أسمعه من غيري. نعم. ووقف يسمع من أبي موسى. فضلت الشهومر عبد الكافي. من تحب أن تسمع؟ ما شكت صغيراً أرى أمي تحب أن تسمع محمد صديق المنشاوي. ده تعصب للصعيد. ده سوهاج. ده سوهاج. الله يسعى. محمد صديق المنشاوي. حتى كل برامجي نعم لا مقدمة. نعم. الشيخ محمد رحمه الله. لأن قلبه يقرأ قبل شفتي. الله أكبر. بالضبط الشيخ محمد صديق المنشاوي في القرآن. كتفسير وعلم الشيخ الشعراوي. أنا كنت لا أرى شفتيني للشيخ الشعراوي تتكلم. وإنما أرى قلباً نابضاً نابضاً. نابضاً. وكنت أرى عقلاً للشيخ غزالي عقلاً نابهاً يتحرك. فيضع لي الكون أمام شاشة واضحة. كيف أحب الله وكيف أخذ بالإسلام. أنا أشعر أني أسمع الآن نابضات قلب الشعراوي. ومضات فكر الغزالي. وفضلتك امتداد لهؤلاء العلماء. ولكن لابد أن يكون لنا وقفاً. مع نابضات قلب الشعراوي التي فصلت القرآن. ومضات فكر الغزالي التي نشرت الفكر والمعرفة. هؤلاء هم العلماء الكبار. الذين زاحم فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. التلاميذ في الجلوس تحت أقدامهم. فكان امتداداً لعلمهم. وفضلهم. وسبقهم وجودهم وكرمهم. لا يسعوني في ختام هذه الحلقة إلا على تقدم إليه بوافر الشكر والتقدير والاحترام. وأسأله في ختام هذه الحلقات أن يدعو لنا والأولاد المسلمين. والشباب المسلمين. فالمشاهدين والمشاهدات يحبوا دعوة من الشيخ. يعني الناس بتعمل فاصل فأجيبوا إعلان. لا أنا عارف المشاهدين وهذا حملته. لولد دعوة من الشيخ. أحمد الله رب العالمين. وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمشاهدات. اجعل جمعنا وجمعهم جمعاً مرحومة. وتفرقنا من بعده تفرقاً معصومة. اللهم لا تجعل بيننا شقياً ولا محرومة. أنزل رحماتك وبركاتك على شعوبنا ودولنا. وأصلح الراعي والرعية. أرزق بناتنا بأزواج صالحين. وأبنائنا بزوجات صالحة. اللهم اجعلهم من حفظة كتابك والعاملين به يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام. وردنا إلى الإسلام رداً جميلاً حسناً. وأوفقنا لما تحب وترضى. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم ارحم علمائنا والدينا ومشيخنا وأصحاب الحقوق علينا. وألحقنا بهم في مقعد الصدق عند مليك المقتدر. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب جسينا كثيراً. لا أظن أنه في فاصل في حلقة كان كهذا الفاصل. الفاصل في حلقات القرآن والذكر والهدى دعاء. قبل إحلاقة فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي برموز الدعوة الكبار. قبل الشيخ الشعراء والغزالي قبل هؤلاء. الشيخ عمر عبد الكافي نظره كم فيهم؟ أنا كان يوم الإجازة عندي أقضي في دار الكتب. أذهب من. أنا كنت لسه ما تزوجت. في دار الكتب المصرية. في دار الكتب في باب الخالق. نعم. وكنت عشان أسمع جزء الورد العالم القرآن حفظنا علماؤنا الكبار. كانوا يقولون راجح في خمس كي لا تنس. كانوا يختم كل خمسة أيام. عشان ما يضعش القرآن. نعم. لأن المشاكل الحياة كثيرة. وبعدين شوية الصباح بعد الفجر. وشوية لو في قيلولة. وشوية جابني من نعم. وشوية ربنا أكرم أحيانا بركعتين وعند كده بفتوحات كده. كنت أمشي من العباسية رغم أن الحال مستور وميسور. تأثير من العباسية على أقدامي إلى باب الخالق. نعم. كنت أمشي من العباسية رغم أن الحال مستور وميسور. أخذ فيها ثلاثة أجزاء. رائحة. بس فضلتك حاليا في 2010. لو مشيت من العباسية الباب الخالق. هتختم القرآن الكريم. لا. أنا لو مشيت الآن من الستوديو هنا. أنا أذكر أن أحد. الزحام أصبح الآن من سلم. غير الزحام. هو الزحام المحبين قبل الزحام الأغراب. طبع. لكن كنت أقضي هذا اليوم. وكان يوم بالنسبة لي هو اليوم الذي كأنني أذهب لأطريات. ودار الكتب الحقيقة هي سبحان الله من أعظم دور الكتب على مصول العالم. أنا رأيت مكتبة القونجرس. وذهبت إلى مكتبات العالم. وأحيانا من كنا أسير مع بعض الأصدقاء أو أولادي. وفي أي دولة في أوروبا. لا لا لا. دار الشيخ عشان ما نشوفش المكتبة. لأن لو دخلت المكتبة خاصة ما ننسوني. نذهب لأسمع الشيخ كشك رحمة الله عليه. ونذهب لشيخنا الغزالي في عمر بن الحاص. نعم. من في هؤلاء تعرفت أولاً؟ أنا هوايا كان معشير غزالي من البداية. دا أدري. دا أدري لماذا؟ هي أرواح. نعم. هي أرواح. نعم. وبعدين كان قارئاً للأفكار. الشيخ ما لا يعرفه أحد عنه. يعني إذا كان بعض الناس يعيبون عنه أنه كان متشدد شوية على الصوفية. كان أبو رحمة الله عليه. يقول ليابنا أنا سميتك الغزالي. أنا محمد الغزالي عشان أنت تطلعت أنت تهاجم منه. كان له قلب رقيق ما رأيته رقة قلب كرقة هات الرجل. نعم. أذكر كان لنا لقاء شهري من العلماء. أنا الكبار في البيت عندي في أي بيت. وكان يجوى عشرة خمسة شهر. كبارهما شيخنا الشعراء الشهر الغزالي. كان شيخنا ريع. تنصح الدكتور على التصور شهين. الدكتور محمود مزلوع. تنصح الدكتور محمود حماية رحمة الله عليه. تنصح الدعوة. أخونا الشيخ جمال عبدالهادي. الشيخ عبداللاضي. كانوا يعطونا الشحنة الإيمانية. فقلت يا شيخ جاءتني إرسالة اليوم في درس المغرب الأمس. رأى أحد المريدين الذين أحسبهم على خير. أن المسلمين يزحفون لتحرير القدس. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع راية. ويعطي بطاقة لهذا الرائي. ليسلمها للشيخ الغزالي ليأتي ليرفع الرائي. هذه هذه الرائي. الشيخ عزالي هذا الجبل الكبير. أجهش بالبكاء كطفن صغير حتى أبكى الحاضرين. لا إلهي الله. قال أنا أقل من أن يظن به هذا الرائي الذي رأىه. يعني هذا الخضم ورغم ذلك. هذا إنسان أذكر أن أيام تفجيرات أكلهوما في 95. كان بقدر الله كل الشيخ عندي وجلسين على مائدة الطعام. فدخل أحد الأخوة الصحفيين الملتزمين متأخرا. فكانت الأخبار لسه بدأ أول يوم. قالوا يبدو لعمل التفجيرات دي شرق أوسط. قبل أن يظهر القصر. فالشيخ كان بيده لقمه. فأمسكها جدا. وقد رفع رأسه. قالوا يا ولدي. قال يقول يا مولانا أنه شرق أوسط. قال مغروش كمان أنه بيتعشوا عند الشيخ عمر. على هذا الوصول الفهمي. أو الدقيق والقلبي. على قدر ما كان عنده من هذه الترائف العجيبة رحمة الله عليه. فكان أولهم هو الشيخ الغزالي. بالتأثير الأكبر. بالتأثير الأكبر. ويبدو أنه احتل هذه المساحة. فأصبحت كان يقول يا ابني أنت ربنا أكرمك بينا وأكرمنا بيك. أنك هامزة وصل ما بين متشددين ومتسيب. أنا هذا كلام كبير والله. كان يقول للشباب عندي في البيت. يعني نجمع له بعض المحبين. يقول لهم من لم يسمع الدار الأخرة لم يسمع العلم. هذا جابلك يقول عني. أنا ماذا أقول. ماذا أقول. من أنا. سبحان الله. وأذكر من طلائفه العجيبة. يتدبر ويقول لي. كان عندي في البيت. أنا كنت أشاهد إعلان عن زيت الذرة. فأرى كيف أن الحبة الجاملة هذه اللذي قذفتها. لو قذفتها في عين أحد لفقتها. يزمن هذا السائل الذهب الأصفر. قلت يخرج الحية من الماء. فقعدت أتصاغر أمام عظمة الله عز وجل. فأستاذ في كل الطب قاعد فضحك. قال له تضحك يا والد عليك. قال لنا من سنتين أشوفوا هذا الإعلان. بس أشوفوا البنت دمسكة الزجاجة. كان يضحك الضحك بصيطة وابتسامة. كان يعني لا يشدد علينا. فكان أول من عرفت كان شيخنا الغزالي. رحمه الله رحمه الله سعى. ثم شيخنا الشعراوي. فرأيت قلبا نابضا بالمحبة لله عز وجل. يغلفها خوف عجيب. وله الشيخ معي. يعني إذا جاز التعبير يعني كرمات عجيبة. رأيتها أنا معي شخصيا يعني. نحن نأخذ مثال مش هيتوسعه. مثال. هل نذكر كرامات للشيخ؟ وأثبتا للأولئة الكرامة دفع قدها للصنة. هذا يعني والله يعني رحمة الله يا عالية. أمرني مرة أن نذهب لصلح زوجي على زوجها. فتحت جيبت الشيخ يتحرك من البيت. يبعت واحد من عياله. الشيخ بنفسه رائع. الشيخ بنفسه. ولما اقتربنا من البيت ووقفنا. ما سألت مين هذه؟ قال هذه بنت أبوها تجر خمر. وهو يريد أن يطلقها من زوجها لأن كل موظف يجيبوا عنه في المحل الإسراء. والذي الوحيد اللي يتحوز على مد أبوها. هو زوج بنته يطلع بيصدي. فأنا تنعثمت يعني. مش هزا أدخل. فإلا هتنزل معايا. تلقع الله وأنا منتظك في السيارة. أحمسكنا من يدي ونزيدنا. طبعا انت عرف أبنا عشي أخنا. لا تدخل. فأنا أدخل الباب. لك زاني في كده. الجدد النية. فأنا أقول في نفسي يا رب حسبة لك. وإصلاح تتلبي. عشان حقوق الراجل علي. عشان الشيخ هقول له لك؟ في نفسي. قال ليكش دعمه بحقوق الشيخ. لا ينهينا الله. مش في برامج مهاء. لا تعليق. نعم. لا هذه بدون تعليق. بدون تعليق. هؤلاء الذين يعني عصرناهم ذهب الذين أحبوهم وبقيتم مثل السيف فردة. لا إن شاء الله أستاذنا يعني أنت بين أحبابك وبين طلابك. وهي الرأية. نحن نسلمها السابق للحق. ويعني سر تمسكي بهذه الحلقات. وإلحاحي مع أنه لا ينبغي للطالب أن يلح على الشيخ إلا في أمر الخير. هذا وسر الإلحاحي أن يرى كيف كان الدكتور عمر عبد الكافي مع أساتذته ومع شيوخه. وكيف أثمر في هذه الثمرة المباركة التي ينبغي علينا نحن أن نقطفها الآن وهي سهلة. لما أجد هرم كبير وجبر كبير كشيخنا القرضاوي يهدي إلي بعض من كتب ويكتب إلى زميد فاضل والعالم الجليل والداعي الموفق فلان الفلان. ماذا أقول؟ أقول أن هذا الأمر لابد له من حلقة قادمة. إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ عمر عبد الكافي مع الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله. ومع الدكتور أسف القرضاوي. القرضاوي حفظه الله. ومع مريدي الشيخ عمر ومع تلميذي الشيخ عمر. وكيف كان حلقة وصل بين السابق واللاحق. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في حلقة قادمة. باسمكم جميعا أتقدم بخالص الشكر والامتنان. وكلمة امتنان المرادي أقولها وأعلي كل حرف فيها. لأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. ومدى الله في عمره. ومتعنا الله بالصحة. وعافية. ورحمة الله عليكم وبركاته. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما.